لكن في البسكت كمان النهاردة رجال سلّة الاهل فازوا على اسموحة 81-59 الاهل كمان في الكرة الطائرة بكرة الاهل هيواجه الزمالك في قمة المرحلة الثانية في دور الكرة الطائرة المباراة تكون بإذن الله تعالى قمة الدور الثاني من المرحلة التانية في دور الكرة الطائرة ساعة ثمانية مساء السلساء على صالة النادي الاهلي الأهل ينجح في الفوز في الدور الأول من المرحلة الثانية اللي اتلعبت يوم 21 ديسمبر الماضي لكن في الباسكت بقى الأسبوع ده شهد الناس بقت مهتمية بالباسكت أو متعلقت به تماما الرجال الحقيقة البنات كمان عملوا ريكورد غير طبيعي بارح ده رقم قياسي في تاريخ لقاءات الأهل والزمالك في كرة السلة للبنات الأهل يكسب الزمالك بفارق سبعين نقطة مية اتنين وعشرين اتنين وخمسين مباراة بدأ الأهل يعني أنا لاحظت أنه السكور بدأ وصل لغاية تلاتة وتلاتين صفر يعني كان الأهل جابت تلاتة وتلاتين نقطة وكان الزمالك لسه ما سجلشه ولا بنت طبعا هو بعدها يحصل المداري بقى بيجرب كل عناصره بتاعه مش بتدي الليلة لكن أنا شفت سرايا مبارح بتجيب سبع تمن سلسيات كله كان في البداية يعني بيجربوا ربنا موفقهم جدا لكن على فكرة مش ده رقم قياسي في تاريخ لقاتل لا ده فيه رقم قياسية في الرجال أكثر رعبا رقم الرجال بقى فوز الأهلي على الزمالك في الرجال رقم مسجل بسكور عالي جدا الاسكور ده يا جماعة كان الأهلي مية ربعة واربعين والزمالك تلاتة واربعين كان أمتى يوم واحد اتنين الفين واثنشر بالمناسبة زملنا العزيز المتقلق الكابتن هيسم السعيد كان واحد من نجوم الأهلي في هذه المباراة اللي شاهدت هذا الرقم القياسي الصامد طبعا وهي صامد كتير لأن أنت بتتكلم على مية وواحد نقطة فرق يعني البنات بنتكلم على سبعين نقطة فرق لا المباراة دي كان مية وواحد نقطة فرق وكان في واحد اتنين الفين واثنشر كلم المنافس في الرجال والسيدات الزمالك يعني مش نادي لسه بيدخل اللعبة صحيح ده اسكور البنات وشوفنا اللوحة بتاعت اسكور الرجال وكلهما رقم قياسي كبير ده كان أبرز ما في الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر